تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من قصة صورة خلال المعركة الإعلامية المستمرة بين عشاق ريونيال ميسي وعشاق كريستيان رونالدو كثير استعملوا صورة رونالدو بيبكي وهو بقميص البرتغال بعد كل خسارة لريال مدريد فما قصة هاي الصورة؟ في الحقيقة هاي الصورة شوي قديمة يعني بترجع لعام 2004 وتحديدا في نهاية اليورو بين البرتغال واليونان كثير اعتقدوا وقتها أنه حان وقت تتويج البرتغال باللقب فاليونان رغم وصولها للنهائي تبقى منتخب لسه أقل كاسم بالتأكيد من البرتغال اللي كانت تلعب على ملعبها وأمام جمهورها تاريخ المباراة كان 4 يوليو 2004 في لشبونا وهي كانت أول مرة في التاريخ يعود الفريقين اللي لعبوا مباراة الافتتاح ويلعبوا النهائي في اليورو في الافتتاح كانت اليونان عملت مفاجأة كبيرة بالفوز 2-1 وما حدا كان متوقع أنه بعد هذا الفوز حيشوف اليونان مرة ثانية في النهائي في ذلك اللقاء النهائي رونالدو سنحط له فورستين في الشرق الثاني واحدة أبعدها الحارس المتألق في تلك البطولة نيكابولايدس بشكل كبير والثاني سددها رونالدو رغم أنه كان عنده المساحة شوي بعيدة عن المرمى في كتاب رونالدو هوس الكمال للكاتب لوكا كايولي بيقول أنه رونالدو بكى لأنه بطبع يرفض الفشل ثم بيقول بكى لأنه شعر أنه الفرص اللي ضيحها كانت السبب بالخسارة رغم أنها حقيقة ليست كذلك وطبعا رونالدو صرح بعد اللقاء وقته وقال لم نستحق الهزيمة لقد كنا الأفضل لقد قلقنا فرصا أكثر منهم لم نكن نستحق ذلك ثم خرج بتصريح شهر كثير بعد ما اتتوج في اليورو 2016 وقالوا في 2004 حتيجي فرص أخرى للبرتغال ولازم نحاول ويوما ما حنستغلها وفعلا نستغلها طبعا بالهدف الشهير اللي سجلوا إيدير رونالدو ابن 19 سنة في يورو 2004 ما كان يقبل خسارة فهاي شخصيته للأبد يقال في إحدى الكتب عن سيره الذاتية أنه هو عطفل عمره 12 سنة كانت تضطر إمه تروح تاخده من الملعب إذا خسر لأنه ما بيقبل يروح وبيظل يبكي رونالدو في يورو 2004 لعب 6 مباريات رغم عمره الصغير بدأ النهائي سجل أول هدف للبرتغال في البطولة على اليونان في الدور الأول لما خسرت 2-1 ثم سجل هدف مهم جدا جدا ضد هولندا في نصف النهائي وساهم هذا الهدف بفوز فريقه 2-1 على واحد من أفضل المنتخبات في تلك البطولة يعني رونالدو كان له أثر في تلك البطولة رغم صغر عمره لكن هذا الأثر لم يكتمل بالتتويج بس كانت إشارة أنه في لعب كرة قدم شاب عم بتحمل المسئولية وعم بيشعر أنه كل مباراة وكل بطولة هي مسئوليته وهذا اللي ميز شخصية كريستيان رونالدو من بدايته حتى يومنا هذا بتمنى منكم تحطوا في التعليقات أفكار صور حابين تسمعوا تعليقاتها في المستقبل عشان نشاركها معكم والسلام عليكم ورحمة الله شكرا